بيتيوتري سيست وفيه امت سيلا سندروم كل الحاجات دي بتعمل اه اه ليجن او ماس اه في اه البيتيوتري. في حاجات دفلومنتل ابدورمالي تليلرك على رأسها الكريني الفرانجيومة وفي بيتيوتري تيومر وفي سنتر النيربوس سيستم بتبقى شبيهة بالبيتيوتري او بتبقى جنب البيتيوتري زي المنينجيومة والاوبت الجليومة وفيه فاسكولر تيومر وفيه مليجنان سيستميك ديسيز ممكن تانفلتريت البتيوتري زي الهوتجيكين والنهوتجيكين واليوكيميا وفيه جليلنومتاس ديسيزيزيز على رأسها النيرو ساركويدوزيز وممكن تبقى فاسكولر يعني شوفوا الليستة طاولة جدا في الديفرينشيال ديجنوزيز لكن احنا هتركز على الاليومة وسواء فانكشن او نون فانكشن تيومر لما تيجي تشوفوا بتاعتها هتلقوا خمسين في المية تقريبا بتبقى نون فانكشن تيومر وباقية الحاجات كلها التانية بتبقى فانكشن بنسب متفاوتة على رأسها طبعا البريتينومة والاستي اتش سيكريتين تيومر لكن الاغلب بتبقى نون فانكشن تيومر البتيوتري ادينومة طبعا لو احنا شوفنا دايما اللي هو الكورونالسيكشن ده هتلقى الاتيومر طبعا الاسفينودر اساينس اهو وديد تو لوبزي بتاع البتيوتري حواليها من ناحيتين بيبقى الانترنال كروتد واضح جدا هي بتبقى لو بنبص للليجن هتلقى البتيوتري زي ما هو عامل السهم كده عليها. في الساجتة برضو بتبقى واضحة الامور برضو موجود والليجن بتبقى وراه اللي هي اللي سير للماس او اللي بتبقى موجودة. الامر ايف من ضمن الحاجات المهمة جدا في بتاع الليجن نفس الكلام برضو هنقوله بقى البتيوتري ماس او البتيوتري تيومر في راديولوجيكال وفيه كلينيكال وفيه هرمونال يعني لازم اي بتيوتري تيومر لازم نتعامل معها بهذا الشكل. نشوف راديولوجيكال طبعا على رأس الراديولوجيكال هو البيتيوتري اه 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 ام ار اي هو الاساس يليه البيتيوتري اه سي تي سي تي بنوعينه واس لما يكون في اه في بصبيلت ان يكون في اه اه فيه كالسيفيكيشن الحاجة الوحيدة اللي بتباين الكالسيفيكيشن اه زي مثلا بنعمل لكن اللي هو البيتيوتري دايما هو الاساس. طبعا بدون التفاصيل في النواة يعني ايه? وده بيشوف الالفات وده بيشوف الوطر لكن الامر اي ده اللي ممكن اشوف في البيتيوتري. زي ما انا بقول كده انه هو يعني في بعض الاحيان لو كان فيه كالسيفيكيشن. ودايما بتبقى تظهر اكتر في الحاجات اللي فيها كرينوفرانجيومة اه او جيرمينومة او حاجة دي ممكن نعمل فيها سي تي هيبقى سي تي هيبقى افضل. لكن طبعا هو عرض اكتر للبيكسيريي ولوه اه اه مشاكل اه اكتر من الامر اي. الكلينيكال افاليويشن معناه ان انا اشوف انا عندي فيه تلاتة موضوعات كبار اللي هما والكوشنج والجروس هرمون سيكريتنج تيومر والتي اس تي ار اتش او تي اس اتش سيكريتنج تيومر يعني او 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 يكون فيه للهايبقى بشكل عامل. هم الحاجات اللي انا بدور عليها في بتاع العيان. ممكن البتيوتري تيومر تكون تيومر وعمل على الهيلس بتيوتري تيشو وتدي النابقى هايبوبتيوتريزم. فلازم برضو كلينيكالي افاليويت الفانشن افزا آآ بتيوتري از جاردينج ام هايبر فانشن او هايبوفانشن افزا آآ بتيوتري آآ آآ في برضو نقطة مهمة في الكلينيكال العيان عنده آآ تيومر ماس افكت ولا لأ زي الهيدك زي الفيجيوال فيلد ديفكت زي الكلين النيرف بولسي زي الهايبوبتيوتريزم او سريبرو فاسكولار سريبرو سباينال آآ ليك او سيزو. طبعا الفيجيوال فيلد ديفكت ده مهم جدا انا انا ربعت العيان بتاع الوفيسومولوجي يعمل لي حاجة اسمها الفاندس اجزامنيشن وفيجيوال فيلد اسيسمنت علشان اشوف زي كان فيه اا اا اكسترا سيلر كومبريشن ولا لأ. ضمن ضمن الكلينيكال اللي انا هعمالها. طبعا الهرمونة هيتضمن البرولاكتل هيتضمن التي اس اتش والفريتي فور لازم اعمل بس مش مش تي اس اتش فقط. لازم اعمل اعمل وعمل الكورتزون والميدنايت ساليفري كورتزون الجناظة الفانكشن لازم اشوفها الال اتش والاف اس اتش والاسطرة دول في الميل علشان افالويت الجناظة الفانكشن عشان الهايبوبتيوتريزم واعمل الاجي اف وان عشان تيكسكلود الاكسس اا 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 او الاجي اف وان عشان طبعا دي الهرمونة دي ما فيش ما فيش عيان هنعمله بتيوتري فانكشن السيسمنت الا ما اعمل الهرمونة البروفايل ده اا اا وانا بعمله السيسمنت بتيوتري تيونج. في بعض الديناميك تيست باستخدمها في يعني مش في كل العيانين هستخدم الديناميك تيست زي ده بيستخدم فقط لو انا لديت العيان وعاوز افرق بين والاكتوب الكوشن هعمل الهاي دوس ديكسام سابريشن تيست ده في حالات الاكروميجا لي ااا ممكن اعمل في حالات السيروتوكوزيس والانسولين دوس ده هايبوبليسيميا تيست لو انا شاكت ان فيه يعني مش كل ديناميك تيست هعملها روتين في كل العيانين المانجمنت بتاع البتيوتري فيه وفيه 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 طبعا كل اا حاجة لها مثلا لو انا عندي اا تيومر مايكرو اديومر اللي هي اقلم واحد سانتي ونان فانكشن تيومر غالبا بعمل لها فقط وخلاص لو انا اا اعيانة مثلا مايكرو اا هيبربروكتليميا وفيها مايكرو اديومر اللي هي من واحد سانتي ممكن استخدم الفارماكو سيرابي اوني ديكال تريتمنت اونلي واعمل فول اوب السيرجري من داتوري في العين بتقول اكرو ميجا هي مايكرو ولا ماكرو اديومر وفي الكوشنج نفس القصة اللي هي الكوشنج ديسيز لازم نعمل جراحها يعني دايما دايما الاختيارات في دي اكوردنج للعيان هيبقى نظامه او اذا ما احنا هنشوف ريديو سيرابي احيانا بتبقى بالياتف تريتمنت واحيانا بتبقى اوبشن لو العيان انفيت فور سيرجري او انفيت فور ميديكال تريتنج ايكرو اديوما انا شوفت دي لا قايتها شكلها جميل جدا اه الايكرو بسيط انها المايكرو ادونوما اولو مان Node teng shop ولو كان فيها هورمون الاكوراس بييكون لازم Alien Treatment بسيرجري او worn erkال BigQuery ممارك خلالات فور هورمون الله دايما الماكروال نوتومinander ممكن تعمله البتيوتyll报ات هو في Horn Grid برضو. لو كانش في اي حاجة خالص برضو بنفس الكلام لو كان في هرمونة او بقى لازم تريتمنت يا اما الراحة يا اما ريديو سيرابي او ميديكال تلكي. فبسيطة بس يعني ايه بتدينا كلو? بقى قد بند على المايكرو وما فيش فهن هرمونة خالص. بين منطورة بتاعة تيومر ولها اه لها معين كده بنعمل في ست شهور واتناشر شهر يعني يعني بعد ست شهور وبعد سنة وبعدان محدش قال يعني بس على الاقل فور اه فايف لو بعد خمس سنين بقينا الامور ثابتة وما فيش في اي تغيره ما فيش داعي ان احنا نعمل خالص. لو الليجن اه 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 لزان العاشرة برضو. وهي بر فونجشن غالبا الليجن المايكرو ادنوما بقى. غالبا الليجن بيبقى اه محتاج اه تريتمينت ومحتاج ان انا اعمله فور وقب برضو بالامر اي اه اه كل فترة اوبر سب سيكوينت تو ييرز ده ممكن نخليها كل سنتين او كل تلات سنين. الفرماكو سيرابي طبعا الاهم اه اه بتحتاج الفرماكو سيرابي هي البرولاكتينوما. الدكتور اهاب هتكلم عنها في التفصيل يعني المانجمنت بتاع الهايبر برولاكتينيميا. وفي بعض الاحيان لو في سيرتن فانشن تيومر زي الممكن تستخدم كأجوفن سيرابي بجانب الجراحة وبجانب الريدو سيرابي. يعني لكن هي منداتوري فقط في العينين اللي هم الهايبر برولاكتينيميا اللي هي الفرماكو السيرابي. طبعا هي الليستة طويلة جدا بتستخدم في كل البتيوتري فانشن تيومر كلها سواء بروس هرمون او هايبر برولاكتينيميا او كوشنج ديسيز او خلافه على رأسها الدوبامين اجونست هي البست طبعا في العينين اللي هم الهايبر برولاكتينيميا السوماتوستاتين انالوج ودا بلوكر. والكيتو كنزول طبعا الميتربون والميتوتان ده تستخدم في حالات الكوشي اكتر الكوشنج ديسيز. ولو ان برضو الكيتو كنزول مشكلته طبعين نيباتك توكسيستي. ولكن من ضمن الحاجات اللي ممكن محطوطة في الفرماكو السيرابي فور آآ بتيوتري آآ كوشنج ديسيز. السيرجري في كل البيتيوتري تيومر هو الترانسفنويدا الابروتش وده بيستخدم في خمسة وتسعين في المائة سواء سهل جدا وبيدخل على الاسفنويد بيعمل حاجة اسمها وبيخش على اما يشيل نفسها او في بعض طبعا آآ ممكن يشيل كلها. وده وده سهل جدا بالنسبة بتاع النيورو سيرجري وحتى بتاع الاني تيب يشغل في الوقت حاليا يعني آآ جراحها ما عادتش صعبة يعني. طبعا في السمتوماتيك بتيوتري ادينوما كلها بدون استثناء اكسبت الهايبربروكتينيميا او البروراكتينوما لما يكون ميكرو ادينوما ممكن نستخدم الميديكال تريتمينت لكا فيرستلان اف تريتمينت لكن غير كده غالبا آآ بتستخدم في كا فيرستلائم. ممكن تستخدم هو انزا ميديكال او ريديو سيرابي فيلد والسيرجري غالبا بتريليف الاكسس هرمون وبتشيل المس بتاعها واندكيت برضو بعض الاحيان لما يكون تيومة بتحصل فيها هيموريج زي ويكون عندها بتاعت الجراحة بشكل عام. طبعا بتاعت الجراحة آآ حلوة جدا يعني مسلا في جروس هرموني ادينوما بتصل الى التمانية وتمانين في المية في الماكرو ادينوما بشكل عام آآ اكتر من الماكرو ادينوما. في الارقام لو انت شفت الارقام تلقى ازياد من ثمانين في المية وتقريبا برضو في حدود ستنات خمسة وستين خمسة وستين في في المايكرو ادينوما. سواء في الجروس هرمون سواء في البولاكتين سواء في الاسيت اتش اللي هم التلاتة كبار بتوع الفانكشن تيومر. النون فانكشن تيومر غالبا الريميشن بتبقى افضل لكن هي برضو في كل الدراسات مش مؤكدة لكن هي اكتر من اكتر من الفانكشن تيومر. الجراحة بتاعت السيرجري ما فيش فيها ميجور الى بسيطة وبتحصل في نسبة قليلة جدا لو انت شفتوها تلقى واحد ونص في المية. والمينور كومبليكيشن حوالي ستة ونص في المية. والمورتالي في البوست بتبقى حوالي نص في المية. فيعني الجراحة موركليس اه اه كويس. الريديو سيرابي فيه نوعين من الريديو السيرابي. فيه العادي اللي هو بيسلق على البيتيوتري. بس طبعا ما بتبقاش لكن الجامع نايف اه ريديو سيرجري هي البست الوقتي وبتستخدم لان هي برضو اه مور على البيتيوتري والدامج بتاع الهيلس بتيوتري تشوف يبقى اقل. يبقى الكونفينشنال والحاجة التانية اللي هي اه الجامع نايف اه ريديو سيرابي. طبعا الكلام ده طبعا معايد طبعا احنا عندنا هنقول كلمتين بسيط كده نفكر نفسنا بال بالي هي بتبقى مع ال ال اكرو ميجيلي والشكل بتاع ال اكرو دايما احنا نضم الحاجات بتاع الاندوكريان الزريفة ان هي يعني احنا دايما بنشوف العيان ممكن بنقول العيان ده هو اه اه اكرو مجلوية فيس فدايما بتبقى الامور سهلة بالنسبة لنا ودي بتاعت السيريال السيريال فوتو مهمة جدا حتى لما نشوف اكرو ميجيلي لازم نسأل عنها السيريال فوتو عادة الصور القديمة بتاعتك ونقرنها بالصور الجديدة هتلقي فيه فرق جامد جدا في الفيتشير بتاعت الاكرو اه مجلوية فيتشيرز اللي موجودة في الاكرو سواء والسكال والهاند والفيت اه والصوف تيشل اللي حواليه طبعا الكلينيكال فيتشيرز بتاعت الاكرو ميجيلي اه اه الفيشيا والاكرال في مية في مية من الحالات وشوفوا طبعا الفريكونس بتاعت السيمتوم من اول الاسويتل واحنا نزلين على التكار برطاني على على الهيدك على على الجيبونادال ديس فانشن ايريكتال ديس فانشن هتلقي الفريكونس هتقل لكن اكتر حاجة هي الاكرال اه اه بون اه والسوف تيشو اللي حواليها اه هي بتاعت الاكتر ميجيلي فيتشيرز اللي احنا بنتعود عليه كومبليكيشن طبعا برضو الاكروميجا اللي دي ما عرض ما هواش سهل يعني له كومبليكيشن عن كاردو باسكولر وكاردوميوباسي ورسباراتري زي الابستركتف سليب ابنيا اه متابوليك زي ديس ليبيديميا والضيابيتس نيرولوجيكال كاربالتانيل نيوبلاستيك بيزاود الانسيدنس افزا كانسر والمسكولوسكليتال دي جينيرتف ارثوروباسي يعني ما هواش اه 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 شوات اه مجرد جروس رمون لا بيأفكت مالتسيستم والكومبليكيشن عن المالتسيستم بتاعه طبعا المرتلتي في كاردو باسكولر اكتر في بالنسبة للاكروميجالي والرسباراتري والماليجنانسي والاكروميجالي طبعا بتشخص بسهولة جدا بالراندم جروس هلمون ليبل ممكن اعمل الاجي اف وان وممكن اعمل الاورالجلوكوز جروس هلمون اه اه سابريشن تاست الجراحة اللي احنا قلنا عليها قبل كده والسومات ستاتين انالوج اللي احنا قلنا اكتوروطايب اه لونج اكتنج في بعض السيكوشن اعملها. النوع التاني من اللي هو الكوشنج يعني اصيب طبعا الهايبربركتينيما للدكتور اهاب. الكوشنج طبعا معروف برضو. هو كوشنويت فيتشارز. اه فيه في الكورتيزون نتجة وده تقريبا بيتمثل سبعين في المية من حالات الاندوجينوس كوشنج. يعني طبعا الكوشنج هو الاتروجيني. الاندوجينوس كوشنج سبعين في المية من حالاته تبقى اه كوشنج ديزيز. طبعا له كتير جدا الاسترايا اللي تبقى في اللطن الاسبت وزا ممكن توصل البروين والاكزيلا والترانك والمونفيس وبعدان بافلوهم والهيرسوتزم ببعض الاحيان بالنسبة للفيميل دي البافلوهم يعني بتاعته برضو زي ما احنا بنقول كده الكوشنويت فيتشارز تبكالي سهلة جدا والسيريال فيلم مهم جدا ان انا اسأل العيان على الاسئلة بتاعت الصور القديمة بتاعته. طبعا التشخيص بتاعه بالاسي تي اتش مهم جدا لان هيبقى عالي. الكورتزون من اوور الايو دوز والهاي دوز ممكن استخدمها فور دفرينشش بتوين زي توبك من البتيوتل والميد نايت الساليفر الكورتزون واعتقد انها بتعمل في القاهرة الوقت. طبعا الديكسامل سيزون اه من نحوضهم من الحاجات المهمة جدا. الميديكال تريتمنت لو فيه فيلير او سيرجيكال تريتمنت او انفيتفول سيرجيري يبقى الميديكال تريتمنت زي الكيتوكنزول ممكن استخدمه او ممكن ادي الريديو سيرابي في بعض الاحيان. برضو حكايات الكيتوكنزول هو الفيرستلان في الميديكا اللي تدوس بتاعته عالية. اللي بتمثل خمسطاشر في مية من الحالات. لكن هو البست اللي انا ممكن استخدمه. الميترابون تقريبا مش موجود في مصر. لكن الميتوتان موجود في مصر اه في ادوة الكيمو سيرابي. فممكن استخدمه في حالات او الحالات اللي ومش قادر استخدم اه 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 اللي هو الاساس طبعا في البرولاكتن طبعا اتكلم على دكتور اهاب بشكل تفصيلي لكن هو من ضمن اللي ممكن اشوفها. اه طبعا هو في الفيميل بتدي زي الاولوجوميورية والامينورية والجالاكتورية والانفيرتيلتي في الميل معهم والسكس والدسفونشن والهيدك. وغالبا في الميل بيبقى الدياجنوز بتاعه لات لكن في الفيميل بيبقى الدياجنوز بتاعه ايرلي لان السمتوم زي اول ما بيحصل اه بتحصل. اه برضو الجملة ده هاختم بيها يعني مش كل الحالات بتاعت الهايبروكتينوما لازم في لستة طويلة من الاسباب لازم احطها في حساباتي اه 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 اعتقد ان الدكتور اهاب هيتكلم على على البروكتينوما التي ار اتش استيموليشن دي اه تي اس اتش اه سكرتينج تيومر فيري رير ولو ان احنا شفنا فيها حالة من منصورة يعني انا نبقى لي مسلا تلاتين سنة او خمسة تلاتين سنة في الفيلد هي حالة واحدة اللي شفناها بتاعتها 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 اه 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 مهم جدا هي المنداتوري اه 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 مهم جدا هي المنداي تيومر كل الحالات الهايبر فانكشن تيومر والنقطة الاخيرة اه هي اه نتقول بيشنتوزهايبربرولكتينيميا هازبرولكتينومة and thank you.